هسألك سؤال وقللي تتطفق أم تختلف اللاعب الوحيد في النادي الأهلي حالياً اللي مالوش بديل محمد عبد المرام تتطفق أم تختلف اللي مالوش بديل بقى تتطفق طبعاً في التشكيل ولو إمام جاهز يبقى أمام برضه إمام مختلف في لعبة مختلفة حسيني الشحات مختلف برستاوي مختلف بس محمد عشان محمد الناس اللي جنبه في فرق فرق لأنني محمد عبد المرامل حاجة لطيفة جداً يعني غير السردبكات وأنا من الناس اللي كنت برضه بحبها الوينش أو الناس اللي بحبها في الكرة الوينش برضه في الزمالك أنا بحب العيب الزكي هو الموضوع مش محتاج مجهود أنا مش محتاج مجهود عشان أشيل الكوباية أنا محتاج أشيلها بزكاة أشيلها الزكاة عشان ما تقعاش صحيح مش محتاج أعمل باور واخدها وعب أنا بين قدام الناس أنا عامل لا أنا مش عاجز مجهود أنا عايز زكاء زكاء ده حصل في كل المواقف بتاعته بيلعب على نوعية اللعب القدام لو اللعب سريع أنا مش هتعامل معك جري أنا هقف قدامك صحيح فيروح موقف اللعب لعيب بطيء لا وقوي لا فأنا مش هتقل معك في التعامل فأنا أخذه من قدامك هو بيتعامل مع كل رأس حربة نوعيته فأنا هتعامل بمخي على دماغي هاي للشرح هلو ده؟ هو ده بالنسبة لي محمد عبد المنع صح هاي النموذج في ده لو رجعنا أرجع بقى الانبي كده في واحدة كان مع رفيق كابه في واحدة سبرينت من نص الملعب هو بيقل زق الكورة بيجري فراح تاني عامل ايه؟ ما مش هاجري معك كده أنا مش هلحق العيب زكي ترك رح وقف قدامه رح موقف الراجل خد فاول خد فاول بس مش هتروح لوحدك ينفرد من نص الملعب صح وهكذا بقى تطور بقى في كل الموقف مع محمد عبد المنعم هتلاقيين هزل ده أحلى شرح تقال على محمد عبد المنعم بالمناسبة يعني يعني كلنا بحب محمد عبد المنعم بس إن انت شرح ده في تفاصيل مهمة جدا من جوا يعني اللي هو اللي هو انت كمودارب بقى شهيفة كمان إن هو محمد عبد المنعم زكي فعلا وإحنا نحسين نوع زكي بس انت قلت تفاصيل اللي هتعيل محمد عبد المنعم عايز في لعيبة ما تتفرجشه مع الكورة اتفرج معي وشوفه بتحرك زي الكورة بعيد طوع تدور معي بقى هو عايش إيه هو عايش مع الرجل اللي معي الكورة هتتلعب ممكن تتلعب في الحيطة دي فهيجري فأنا هروح عامل كده عشان دايما هتلاقي دايما سابق خطوطين دايما سابق في خطوطين هو أخت أو أنا سابق خطوة أنا هاخد هنا انس صح في كل المواقف لعيب سريع لعيب بطيق لعيب قوي أنا مانيش علاقة بالقصة دي هدوء يخلي الرتم الفرقة كلها منظم لأن الكورة لما بتروح له معديش مشكلة مش اللعيب اللي مكهرب فيغطر اللي في نص الملعب فيغطر راكل باك لا هايلي فده دي حاجات كلها إيجابية فيه طيب أسألك على السلاسي الهجومي في النادي الآلي هل من الممكن أن ريدا سليم وحسين الشحات وبرسي تاوي بقوا في تشكيلة واحدات ثلاثة ممكن ازاي؟ أنا لو أنا يعني ماتش النهاردة أنا كن ممكن ألعب حسين باكرايت باكرايت أصلا أه طبعا أه طبعا باكرايت عادي جدا أنا بشوف الباكرايت في الآهلي أو الباكليفتي في الآهلي هو مش باكي أصلا هو طرف لو أنت سبتت اتنين في التمانيتين التمانية بسانديانجي يبقى في نص الملعب ما يطلعش بقى الحيطة ويطلع يهاني ممكن يريح هاني عشان هاني برضو فترات اللعب كتيرة جدا فأنت ممكن برضو أنت بقى عايز تريحه حسين يلعب ناحية اليمين متزوق التلاتة يلعب عادي وحسين يلعب طرف عادي جدا وديانج بدل ما ياخد بره يبقى دايما من تحته وميستني تحت حسين في الحالة الدفاعي بقى باكرا عادي بس خلاص نضوع بسيط لحد حسين ما يرجع تاني يقفل مكان بتاعه حسين حتى لو أنا عملت سبرينت وديانج دخل فأنا حسين ينزل عا نوص الملعب يعني المسلس دا يتحرك عادي معديش مشكلة بس أنا فرقة كمان ما بتهاجمنيش أساسا فأنا محتاج بص أولك حاجة أنا دايما نقول في الكورة القلم السابق سابق يعني هيخناق بينه وبينك يعني هيخناق بينه وبينك أنا باكرايت وإنت بتلعب جناح هافرايت نفس الفكرة قدام أنا راجل طرف وإنت باك لو أنا دست عليك وعدت منك واحد أو اثنين خلاص أنت وقفت مش تتحرك أنا سبتك قدام بس أنا ناهيت خطورتك اللغمية كمان هو إحنا ليه نلعب عندي وأنا ممكن ألعب عندك صحيح وده السؤال إنت ليه تيجي تلعب عندي ليه ملعبش في ملعبك لأنا أجبارك أنا بقدر ما أقف في نص ملعب يحضر لأ أنا أقف على التمنتشر عندك فأنت هتعمل إيه بالتبعية والكورة معي هترجع معي فاللعبة كله هين إين فين في التلتل قدام فإذن أنا أطبق أنا هين هاي